السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنستطرق لجزء الثاني من النص المسترسل قرية الورد وهذا الجزء ينترج من الأسبوع الثاني من الوحدة الرابعة مجال الفلاحة والصناعة والتجارة المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع في طبعته الجديدة إذن نبدأ على بركة الله عنوان هذا الجزء في سوق الورود في سوق الورود إذن نقرأ هذا الجزء ثم ننتقل للإجابة على الأسئلة المرافقة له تنقل النسوة بعد المحصول إلى التعاونيات المختصة في عملية تقطير الورد وينقل الرجال بعضه الآخر ليبيعوه في السوق فإذا السوق في مهرجان أكياس الورد مكومة فوق الحصائر كروبا من الفضة الباعة يشيدون بجودة ورود عملت على تعهدها سواهدهم والمشترون في حركة دائمة وحوار مستمر المساومات قد تطول وقد تقصر لكن الغلبة سرعان ما تقول لسلطان العطر فلا يلبث الورد أن يأخذ طريقه إلى المصانع الصغيرة التي أنشئت هنا وهناك ليجد القطارات النحاسية الضخمة في استقباله وقد انتصبت في أبهة وسط القاعات فتيحة تنتظر هذا المنتج الفواهف للبدء في عملية تصنيعه هذا السؤال الأول أعطي كلمات من عائلة كلمات المساومات يمكننا نظف اسم الفاعل و اسم المفعول مساوم إذن اسم المفعول يصاوم من الفعل المضارع مثلاً كنأخذ الفعل غير ثلاثي كنديره في المضارع يساوم ونبدل حرف المضارع بميم مضمومة وكسر الماقبل الآخر بالنسبة لإسم الفاعل وفتح الماقبل الآخر بالنسبة لإسم المفعول إذن مساوم مساوم أضعوا خريطة كلمة يشيدون إذن خريطة الكلمة نحدد نوعها مرادفها ضدها ونستعملها في جملة إذن نوع الكلمة يشيدون هم يشيدون إذن أشاد يشيدهم يشيدون إذن فعل نوع الكلمة فعل مرادفها ينوهون ينوهون ضدها ضدها يشوهون إذن نوع الكلمة فعل مرادفها ينوهون ضدها يشوهون استعملها في جملة إذن الصحافيون مثلا الصحافيون ينوهون بأداء أو بمستوى لعبين إذن الصحافيون ينوهون بمستوى لعبين إذن السؤال رقم أربعة إلى أين تأخذ بالنسبة السؤال الثلاثة هو القراءة إلى أين تأخذ الورود التي تجنى إذن الورود التي تجنى تأخذ إلى السوق إذن إلى التعاونية بداية تنقل النسبة بعض المحصول إلى التعاونية المختصة في عملية تقطير الورد وينقل الرجال بعض والآخر ليبيعوا في السوق إذن ينقل الورد إلى التعاونية المختصة في عملية تقطير الورد وإلى السوق إذن بعض المحصول تأخذه النسبة إلى التعاونية المختصة في عملية تقطير الورد والبعض الآخر ينقله الرجال لبيعه في السوق إذن أعيد بعض المحصول تأخذه النسبة إلى التعاونيات المختصة في عملية تقطير الورد والبعض الآخر ينقله الرجال لبيعه في السوق إذن السؤال رقم خمسة بماذا شبه نص أكوام الورد فوق الحصائر إذن شبه نص أكوام الورد مكومة فوق الحصائر ماذا قال إذن أكياس الورد مكومة فوق الحصائر كربا من الفضة يعني شبه أكياس الورد كأنها ربا من الفضة إذن شبه النص أكوام الورد فوق الحصائر كربا من الفضة شبه النص أكوام الورد فوق الحصائر كربا من الفضة السؤال الأخير ما مصير الورد بعد أن يشتريه زبناء السوق إذن هذا السؤال ورد في النص لاحظوا معي هنا لكن الغلبة سرعان ما تأولي سلطان العطر فلا يلبط الورد أن يأخذ طريقه إلى المصانع الصغيرة التي أنشئت هنا وهناك ليجد القطارات النحاسية الضخمة في استقباله إذن بعد أن يشتري زبناء السوق الورد يأخذ طريقه إلى المصانع الصغيرة المنتشرة في المنطقة قصد تقطير بواسطة قطارات النحاسية الضخمة إذن بعد أن يشتري الزبناء السوق الورد يأخذ طريقه إلى المصانع الصغيرة المنتشرة في المنطقة قصد تقطير بواسطة قطارات النحاسية الضخمة إذن هذا كل شيء بالنسبة للجزء الثاني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة